اشتركوا في القناة ما حالة هذه ما مارست الرياضة المفضلة في التهبير ما ربعة تسوية عادية أو خمسة تسوية ممكن حلقة اليوم سنرى فيها بالتفصيل ماذا قدمت الجزائر إلى فلسطين بحكم أنها لم تحركت الجيوش ولم تقم بالزحف وبقى مخبئة سنرى إجمالا ما حدرت القضية وسنعلق على اعتراض سندلسان على إقامة مباريات من كأس العالم 2030 في الصحراء الغربية المغربية هذا الاعتراض الذي حدرته اليوم ما هو مضمون الرسالة بالنسبة للمتخب الجزائري والشعب الجزائري ونظروا على الجزائر القوة ونعرفوا ما هي قوة أو الثاني وسنرى هذه الحريرة السيارة فيات سانسون التي لم تدخلت الجزائر ومواضيع كثيرة ومهم دعونا نرى بعد أول قنبلة من حلقة اليوم اللحوم يا معاهد الوزير بالأمس وانا قادم المطار معي الوزير سألت سائق البرلمان قلت له بالله علي كم يصير سعر اللحم عندكم هنا في العاصمة أجابني إجابة أدمت قلبي قبل عيوني قال صدقني سيادة نائب لم أشتري اللحم الأحمر منذ ثلاث سنوات هذا موظف سألت لك يا أبي البطال والله لم يكن لديه جراره وقال لك بغاو يحرروا سكال جنوب المغربي وانتم موظف في البرلمان يا حسرع ومقدر لا يستطيع شرير الحم منذ ثلاث سنوات ثلاث سنين هذه لم تكن للحم أعرف ما هي أسائق وموظف محسوب على البرلمان دي الدولة الجزائرية لا يستطيع شرير الحم لمدة ثلاث سنوات ويأتي وحلفهم علينا ويقول لك المغرب في مجاعاء والمملكة للطوب والله إلى مملكة الطوب وفخورين بها وأربع عليكم سنوات ضوئية والمغربي لدي هذه الحيمات الخير موجود والثمن مناسب ويقدر يدرقها عندما عنده مفحلوش غير عشرة درام كسر صندويش وهو واكل الحم بلما يتوجع بلما يدير عليه الطابور بلما يحرم رأسه ثلاث سنوات وعبض الأم والضف في البرلمان لا يستطيع الحم ثلاث سنواته كثيرا هذه تأشد الجائحة عايشين في أجزرع واذا متأكدون عندكم الغاز والبترول أو كل شيء قد أعطي لكم ما معكم فرنسا هذا القوم الذي لا يحرر الحم وليس يأكل الحم حتى يدوز عليه خمس سنوات أو أكثر وفي الأخر سيكون غير لحم الحمير أعز الله المغاربة قال لك هذا يريد أن يديروا دولة سندريسة ويأكلوا مع الجزائرين غير لحم يأكلوا من الناس عندكم ووفروا لمواطنكم كل شيء ومن بعد يحلعها نمشي ودبل هذه السندريسة التي يعطيها الملايير الدولارات السنوية ويجعلوا شعبهم بالعدس باللوبياء باللحم بالأحليب وبلغ بلغ 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 ونعود لكم بحلقة جيدة قال لك ابن بطوش رئيس جمهورية الوهم الصندريس الثانية الهاربة والانسحابية الديمقراطية قال لك رسلت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس وقال لي في الرسالة أنه يحذر المتظم الدولي من مساعدة المغرب على إقامة مباريات من كأس العالم في المدن الصحراوية المغربية هناك بعض القراءات الأولى كتبين لأن البوليزاريو فعلا جمعها إرهابية وتهدد بطريقة غير مباشرة بتخريب وضرب مصابقة رياضية عالمية منظمة من طرف الفيف وتريد أن تروجها لأن المنطقة غير آمنة هذه النقطة عمر هلال سيستغلم ويغرق لهم الشقف مزيان من بعد هذه الرسالة المضحكة ولكن اللي يهمني هنا ليس القراءة الأولى اللي يهمني هنا هو لماذا خرجت البوليزاريو بهذا الكلام هذا يعني البوليزاريو عارفة ومتأكدة هي والمخابرات الدولة الجزائرية على أن المغرب سينظم مباريات كنس العالم في الصحراء المغربي وهنا جزراريو سوف تحلوا ادنكم جيدا وتخدموا هذه الخالية اللي باقي عندكم في الطبق رأى البوليزاريو بطريقة غير مباشرة وحتى الدولة الجزائرية بطريقة غير مباشرة كتبول لكم وكتحضركم أنه المنتخب الجزائري إلى تأهل إلى الموندير لسنة الفين وثلاثة اللي يدار في المغرب رأى غالبا 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 فتكون الكولاسة وغالبا المخزن والقجع سوف يدار كل شيء لكي القرآن تجيب المنتخب الجزائري في المجموعات التي ستلعب المباراة في الصحراء المغربي جرار واقع لو قاعد شيء سأخاف عليكم عودتاني تنساحبه وتولي وعودتاني أضحوكة العالم ذلك شيء أنا فاعل خير كنصحكم من هنا غير خصروف الإقصائيات الموندير الفين وثلاثين وغير خصروف الإقصائيات الكأس الإفريقية الفين وخمسر رأى ملعب العيون يناديكم يناديكم حداري ثم حداري عن أنت المديرة العامة لصندوقية النقر الدولي كريسولينا غوركييفا الخميس أن إفريقيا ستحصل قريبا على مقعد ثالثا في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارتي صوت أقوى داخل المؤسسة وكشفت غوركييفا عن وجود نقاشات مجارية حول الطريقة التي يجب على القارتي أن تتوفق من خوايا السخفية هذه المديرة العامة من علنت على أن إفريقيا سيكون لديها مقعد ثالث في البنك النقر الدولي ما علنت عليها من البالكون الشقة ولا علنت عليها من المسبح ولا كانت في المكتب ولا كانت في الميترو ولا كانت تجري في الزردع لماذا في الأخبار تنقلوا هذا الخبر وكتمتانعوا على ذكر أنها أعلنت هذا الخبر لأنها كانت في مدينة مراكوش وكتمتانعوا على ذكر أنها أعلنت هذا الخبر من مدينة مراكوش التي كانت فيها حاليا ستحضر للجماعات البنك الدولي التي سيقيمها المغرب في المدينة الحمراء لعاد ضرب هذه الزلزال لكتقد ضحكوا للبنية تحت يدينا مساكن والله حتى يبقوا فيها تحلق الدوم يبقوا يخبيوا في أخبار نجاحات المغرب أي شيء في العالم كالدار كتلقى المغرب سبعة وثممائة حتى أن المغاربة يستغربون في الأيام أن هناك صراع مسلح بعيد علينا بآلاف الكيلومترات كانوا في الشرق الأوسط بين غزة وإسرائيل آخر دولة إسلامية شمال إفريقية وآخر دولة بعيدة على فلسطين وخلّوا الصراع في الشرق الأوسط وجود المغرب تيهاجموا المرتزقة للإخوانجة هذوك الطبالين مع القوش على بلاق تركيا ومع القوش على ما يقع في الصراع هناك في الشرق الأوسط تبقوا مقابلين غير المغرب 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 فعلا تحجم الدرفة العالم إلا والمغرب سبعة وثمم فيها المغرب عالمي يجدك لدرجة أن الجزائر في كل أخبار العالمية بحدد الخبر للشدابة تم تنيع عن ذكر مكان إقامة الشماء النق الدولي وهو مدينة مراكش إيواج جرار وشكر المغرب وحتى في بنك النق الدولي أدبر لكم على مقعد إضافي في إفريقيا من هذه الغفرة كان الإمتلاقة إلى الداخل نحو كارثة بيئية تشكل خطرا على السكان والأسوأ تدفق مياه صرف صحية داخل الواد الصورة هنا أبلع من التعبير دون التكلم عن الواد وهي غير رائحة وسكتي والرائحة وحالة الطراق وحالة البنايات المخربة والعشوائية وحالة الواد وحالة القواس للواد الحار وحالة الأزبال التي ترمى وحالة الواد عاد السعج والرائحة يلخ وحالة البابينكم التي استطعتنا بالبنية التحتية في الحوز وفرص الجبل حوز انتم على حساب جمهورية الزيقوستان الزيقو هي كلمة بالدرجة الجزائرية جهة من الكلمة الفرنسية بقبيعة الحال لزيقو أي القوادس التي نقول لهم في المغرب وما هو جمهورية الزيقوستان في نهاية البنية التحتية التي تتكلموا عنها فرص الجبل في الحوز هذه الحلقة صورت اليوم من قلب الجزائر لا طرق مقدة لا منازل مقدة لا رائحة مقدة لا مكب النفايات مقدة واسترولية للرائحة هذه السخفية ستكون قهرات الريحة المعفنة وهي تصور هذه النهارة في الفيديو صدق أو لا تصدق قبل أن يحرروا سكان مدينة العيون والداخل وغيرها من المدن الصحراوية إذا رأيتهم رحواته هذا الشرع مستحيل يكون في بلد عنده البترول والغاز وأنتم ساكتين وصابرين عليه نمشيه دابا نجاوبه للسؤال المهم ما قدمت الجزائر إلى غزة في هذه المحنة التي تمر منها؟ عسكرياً ما نقريها؟ عاماً نفسه ميز من رأسه ما سمع الطالب الرئيس أركان غزة محمد ضيف الذي ذكر الجزائر بالاسمها وطلب المساعدة ولو مكينة زحف؟ سياسياً الجزائر كانت بلاغ محتشم جداً وكتأكد في البلاغها على أنها تعترف بإسرائيل لا تتكلمات على حل الدولة نادو قال لك أحزاب جزائرية داروا الدعم لفلسطين أعرفت كيف داروا لهم الدعم؟ لا نقول لكم هذا شيء خطير جداً علقوا العالم الفلسطيني في البرلمان وداروا الراية فوق الكتاف صراحة إسرائيلي لا شفت هذا شيء ستتراجع فوراً 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 أول عالم الفلسطيني تعلق في البرلمان الجزائري هذا شيء يخلع هذا شيء خطير هذا تصعيد خطير جداً إسرائيل قد احتوى داروا بيان نفس البيان المحتاجين وقال لهم يجب أن ندروا على فلسطيني في البرلمانات حتى هذا تحرك خطير زلزل إسرائيل ما هذا الشقة المدانية؟ رأنا مثلاً في المغرب فيديوهات وصور المغاربة بعفوية خرجوا كساندوا فلسطين في مظاهرات وحرقوا حتى العالم الإسرائيلي هذا شيء يقع في المغرب الذي لديه علاقات مع إسرائيل لماذا لا تحركوا في الشوارع الجزائرية وقدروا لهم مظاهرة مليونية نصرة لغزة؟ وماذا أنتم إلافتكم ويكيبيديا وإلافتكم التليفون وكلافيا البيسي ومواقع التواصل الاجتماعي وماذا فلسطين تعرفها غير في الانترنت؟ خرجوا بالآلاف البارح تفرجوا في مباراة كرة القدم وفلاشية وحتى شيء جزائري لا يستطيع تضاهرة في وقت لمساندة فلسطين لأن السلطات الجزائرية تقمعكم وكتخافوا منها وأي تضاهرة هي خايفة أنها تقلب ضدها ذلك الشيء الذي تمنعكم من الأخر لم يكن إلا مساندة فلسطين لا يحزنون ولكنكم رجال وتدعمون فلسطين ديروا بحل سيادكم المغاربة وخرجوا لنا للشوارع للتضاهر لكي تدعموا ولو معنويا غزة ما دعمتهم عسكرياً ما دعمتهم إجتماعياً ومدنياً وما دعمتهم احتمالياً وما دعمتهم ضبيياً وفي الأخرى يقول لك نحن مع فلسطين ولكن زالمة أو مزلومة ولكن في المشمش تكون فيه سيارات وتخفف قليلاً على الضغط الذي يراهم موجود لا يجب أن ننسى منذ ربع سنوات لا تدخلوا سيارة جديدة كيف تقول؟ يكد هذا عام دخلت الفيات السنسون أنا عند ذلك سأتحل لكم المشاكة كل شيء يسوق فيات السنسون من بعد عام تقول لهم لا يوجد سيارات ما متأكدون عندكم الغاز والبترول؟ لعدس للوبيا، لحمص، لكوب ديومود لكوب دافخيك، لحمد لا شيئاً كيف تذهب إلى المداخل لكم لكي الدولة تقشف في استيراد السيارات للحفاظ على العمل الأجنبية في الجزائر؟ وما هو هذا الذي قال لنا كحل كحل في الدخلات؟ ما بعد ذلك لديه فيات السنسون؟ فأنا لكم سيكون لديكم العجز لأنكم طيلة هذه أربع سنوات أو أكثر كان لديكم دخلوا مليون ونصف مليون سيارة مستوردة لكي لا يكون لديكم العجز وليس لديكم غلاء الأسعار صدق أو لا تصدق هذا الناس يريد أن يحروا غزة لديهم المرسيدس والأودي في آخر موديل هذا يريد أن يكون لديهم دولة صندريستان أو لا يملكوا رائحة وزيدة للحم مكاش والعدس مكاش وغيرها وزيدة نحتب السيارة في مكاش علامة فيات من هنا الأخر السنة تكون عندها حوالي سبعين ألف سيارة استوردت خمسة وثلاثين ألف وما زال لها حوالي أربعين ألف سيارة من هنا الأخر السنة والاعتماد الآخر الذي مديناه كذلك لعلامة جاك لكي تستورد من هنا الأخر السنة حوالي عشرة ألاف سيارة من هنا الأخر سنة ولكن كانوا يطالبوا لكي يستوردوا السيارات عندما أعطينا لهم الاعتماد وعطينا لهم حبسوا يعني السؤال مطرور دابعاد فمت علاش الجزائر هي البلد الوحيد الذي يتجر يمشي سيارة جديدة يخرجها من اللاميزون ويقوم بالسواق القديمة وتبيعها بثمان كثير من ثمان سيارة جديدة القاعدة في العالم تقول أنه السيارة جديدة غير تخرج من اللاميزون غير قدام الباب يطع فيها التهمة ولا تحرك الا في الجزائر استثناء في العالم تخرج سيارة بثمان غالي من اللاميزون وتبيعها في القديم بثمان أغلى من ثمان جديد غير بالعقل الجرارة هذا النظام عندكم سيستحمركم فعلا إذا ما رأى فعلا سيستحمركم بمعنى الكلمة هذا النظام لديه عجز مليون ونصف مليون سيارة وتدخل لكم قد من مئات ألف سيارة في هذه السنة الجارية هذا المودة كاملة دخلت منها 35 إلى 40 ألف يوفقين العجز بكري يوركبتوا السيارات بكري أنتم 25 مليون ناس في الجزائر ومنعكم من السيارات لأربع سنوات ومنين تجدون لكم فيات سنوات وغير بالتقطيرة يدخل لكم 30 ألف و40 ألف أشغل لكم 30 ألف و40 ألف وخاوك ومقاصح يأتي وقال لكم يعيروا في المغرب سيدكم المغربي عندهم الحق في شراء كل أنواع السيارات ونقول كل أنواع السيارات أي ماركة خيلتها في العالم يمكن المغربي يشريها بكل سهود وماذا هي العلامة جاك؟ ما هي علامة المشروبات؟ أنا فرص يكذبون عندهم عاد العلامة في الكاسدور جاك ركيح مقاليا قلت لكم أجرار وكي يستحمروكم الوزير يخرج من باب واسع قال لهم ما شيء أنا الشركات الخاصة هم اللي لم يجلبوا السيارات وهذا كاذب لأننا في حلقة سابقة سمعنا تصريحات أصحاب الشركات الخاصة لهم أربعة قالوا على أنهم لأنهم ليس لحق يجيبوا بزع ونفترضوا يا الوزير مثلا دخلت هذه 70 ألف فيات سانسونج كاملة سأت 70 ألف لا تعود لكم النقص والعجز الهائل الذي لديكم في بلاكم أما كان غير صراح القاطع لكي الباقة يبقى إسهامات دعمت المد التحروري وسندت بقوة حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وافتكاك استقلالها إسهامات كرست حق دول العالم الثالث في تحقيق التنمية الاقتصادية مثلها مثل باقي دول المعمورة وإسهامات صنعت مكانة خاصة للجزائر في مجال الوساطات الدولية لإنهاء الأزمات وحل الصراعات والنزاعات عبر السبل السلمية واليوم كما الأمر وأعطي طيب كيف مساعدة الشعوب؟ لماذا تضرب الجماعة؟ لماذا تقول الشعوب؟ أنتم حتى شعب في هذا العالم لا تساعدون البوليزاريو أصلاً ليس شعب هي جماعة إرهابية وهي الوحيدة التي تساعدها مادياً وعسكرياً وديبلوماسياً وهي ليس شعب راقنا لك اللجنة الرابعة وعامة بالشعوب منها مثلاً كاليدونياً التي تريد أن تنفصل على فرنسا والجزائر لا تدعمهم فكيف أنت بوجهك قاسح كتدر على الشعوب؟ ولم نمشون بعيدها والشعب الفلسطيني في كل عصا وأنتم لا تدعموا لا تدعموا لا تدعموا لا تدعموا لا تدعموا لا تحركات كلها مغربية والمغرب هو الذي دعا اليوم إلى جلسة عاجلة وأنتم لا تقدموا في الجزائر شيء نهارو ما طال وعمر هيلل وبوريطة والمغرب والمخزن يتفعون في الجزائر وفي الدبلوماسية وقال لكم أن تحتفلوا بدل فشل والبوليزاريو طيبتهم بالقرنابي ومقدرتهم اشتعونهم منذ عقود فشل ليس فشل أنا متأكد أن هذه البوليزاريو يقولون في رأسهم سيريا الجزائر سيريا الله لا يربحك ثم قال ماذا قال الجزائر تساعد الدول للعالم الثالث هل أنتم بالسلامة من أي عالم أنتم؟ أنتم من العالم الفضائي؟ من العالم الأول أو من العالم الثاني؟ أم أنتم فيه؟ ماذا تظهر على دول العالم الثالث من الفوق؟ وإن مساعدة تقدمون أنتم احتشع بكم ومساعدتون يكون الحم ويسد القوات ويركب الطموبيل فبقى لكم غير دول العالم الثالث وما تمرقش قال لي من الوساطة الدولية وساطة سد النهضة بين مصر وإتيوبيا في شلتوفيا وساطة ليبيا وساطة نيجير وساطة نيجير وساطة نقضت على المشكلة في أوكرانيا أعطوكم الراس وفضحوكم نيجير حتى نسيت مكتلكم بأنهم فضحوكم وقالوا لكم ما قبلنا الوساطة لماذا تنقضوا الديبلوماسية ضعيفة وفاشلة وقال لهم الجزائر قوة اتزان وتوازن ما زال مبيزان الخضران تماما؟ أغير قولينا أعطيتم ما هو هذا الذي يضحك عليكم وطلب منكم وطلب منكم فهذا الذي قال لكم هذا رغير يضحك عليكم ما وفرتوا حتى العدس للشعب واللحم ما قال لكم غير توفروا الأمن والتوازن وزيد معا قال لكم الجزائر قوة وسيريا لافروف قال لهم الجزائر لا وزنة ولا قيمة ولا مكانة لا في الساحة الدولية رغم ذلك تحتفظ زنويا بالديبلوماسية الفاشلة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم